مشاهدين منظمة العفو الدولية قالت إن الموظفين الذين اختطفتهم ميليشيا الحوثي يقبعون بمعزل عن العالم الخارجي منظمة العفو الدولية أكدت أيضاً أن الموظفين المعتقلين يحرمون من حقهم بالاستعانة بمحام أو الاتصال بعائلاتهم وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطوريو جوتيريش بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين كما دعت أربعون دولة في يونيو الماضي الميليشيا الحوثية إلى إطلاق صراح الموظفين الأمميين المعتقلين لديها فوراً ودون شروط وفي العاشر من يونيو ذكرت ميليشيا الحوثي أنها ضبطت خلية تجسس أمريكية إسرائيلية في مؤسسات رسمية وغير رسمية في اليمن وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ أكد توصل الأطراف اليمنية في مفاوضات عمان إلى تفاهمات لإطلاق صراح مختطفين بينهم السياسي محمد قحطان مصادر الحدث أشارت إلى أن الاتفاق يقضي بالإفراج عن قحطان حياً أو ميتاً مقابل خمسين أسيراً ومعتقلاً من الميليشيا وأكدت المصادر أن المفاوضات الجارية بشأن الأسرى والمختطفين بين الحكومة والميليشيا تحقق تقدماً نحو صفقة تبادل تشمل مئات الأسرى والمختطفين ترجمة نانسي قنقر